ضربة جديدة توجه لفلاديمير بوتين وللدولة الروسية بقرار الأمم المتحدة بتعليق وضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان صلت لصالح القرار 93 دولة فيما اعترضت 24 وامتنعت 58 دولة هذا الأمر جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقولون بأن المجتمع الدولي طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان العالمي وأنه يمثل إهانة جديدة للدولة الروسية دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا سنشاهد في الصورة التالية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقت على تعليق وضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جينيف جاء ذلك في الدورة 11 الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة بمقرها في نيويورك للنظر بمشروع قرار صغطه الولايات المتحدة تحت عنوان تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي بمجلس حقوق الإنسان وصوت لصالح القرار 93 دولة فيما اعترضت 24 وامتنعت 58 دولة ونص القرار على تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان ومراجعة هذه المسألة حسب الاقتضاء وتطلب صدور هذا القرار موافقة سلسية عضاء الجمعية العامة المشاركين في عملية التصويت اشتركوا في القناة